في استجابة فورية للمشاكل الجماهرية حول وجود بعض التعديات في محيط مبنى مدرية الأمن القديم قام سيد أشرف عطية محافظ أسوان يرافق المهندس سيد مدني رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان بحملة لإزالة التعديات بعد تلقي شكاوى من بعض المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي التفاصيل مع الزميلين أشرف عبدو أشرف عباس وطارق عبدو تأكيدا لهيبة الدولة وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري لعروس المشاة أسوان قاد السيد أشرف عطية محافظ أسوان حملة مفاجئة لإزالة التعديات والإشغالات بمحيط مبنى مدرية الأمن القديم والتي تم نقلها إلى مدينة أسوان الجديدة حيث حول البعض استغلال المنطقة المحيطة في إقامة كفاتريات ومحلات غير مرخصة ما أدى إلى تعدد الشكاوى الجمهرية من المواطنين المحافظ عبر شبكات التواصل الاجتماعي وهو الذي لقى استجابة فورية باقتحام المشكلة على أرض الواقع وإزالة كافة أسبابها بشكل جزري ومصادرة المضبوضات المتنوعة ويداعوها بدور رعاية الأيتام مع توقيع الغرامات الفورية والمصادرة لأي سيارات متواجدة بالمنطقة بشكل عشوائي كما كلف محافظ أسوان مدير الطرق بالتنصيق مع رئيس الوحدة المحلية لإقامة باركين جديد حضاري لانتظار السيارات بشكل جمالي وراخي بمحيط مدرية الأمن القديم ليستوعب كافة المركبات ومنع أي تكدس أو عشوائية على كورنيش النيل في نفس السياق وقه شرفع طيام محافظ أسوان أثناء تفاقده للسوق السياحي بقيام رئيس مركز ومدينة أسوان بإزالة كافة الإشغالات ورفع المخالفات أول بأول للحفاظ على المظهر الجمالي به مع إعادة إصلاح وصينات أي كسورات في ممشأ السوق السياحي وتطهير مصاف المياه به لتشغيلها على الوجه الأكمل كما حرص محافظ أسوان على الاستماع لكافة المطالب والشكاوى الجمهرية مكلفا للمسؤولين بسرعة التعامل الفوري معها ووضع الحلول السريعة لها وفقا للإمكانات المتاحة من مدينة أسوان كان معكم أشرف عباس القناة السامنة قناة طيبة